سيدة ومزياد. سيدة مزياد تتفضل. سلام عليكم يا شيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سلام حضر جزاك طيب. وحضر جزاك طيبة وبصحة وبسلام وبعافية وبنعمة. الله يبركناك. بس يا دوكياتور انا عندي مشكلة بس مش ليا تفص لي واحدة زمي. طيب تفضلي. جزاة من النوع المتعطم المقدرات. طيب. بنا يسلمه. بنا يسلمه ويسلمه. امين يا رب. وهو مش مقتنع ان هو من الشرب اللي بيجيله تهيوات كتيرة. واللي ما اسكه دلوقتي ان هو ممسوس وعنده جن ومبهدي للدنيا بالالكتورة دية. طيب. وهي بقالها سنة بتعاني من الموضوع ده. مم. ولما حاولت ان هي تنفصل عنه. آآ والدها قال لها هتجيلي من غير ولاد. مم. يعني هي تسيب ولاد. هي معها ثلاث افصال. طيب. فهي لا عارفة تتيب ولادها وتروح لبيت ابوها. ولا هي عارفة تعيش في الجو المقهرة بدوت. طيب ام زيادة بس انا طبعا عشان اجاوب على السؤال ده كنتم محتاج صاحبة السؤال. خلينا اسألك سؤال ونحاول نجاوب عليه. السؤال بيقول ايه؟ بيقول هي اولا حالتها الاجتماعية شكلها ايه. تاني حاجة هو بيحبها ولا لا متعلق بيها ولا لا. يعني نعرف نضغط ولا ما نعرفش نضغط. لا. حاضر حاضر. طب اسمعيني يا موزياد طيب عشان انا عايز اخد فرصتي بس. حاضر. يعني اول حاجة زي ما قلنا كده هو ان هي حالتها ايه. تاني حاجة هنقدر هنقدر نضغط تقدر تضغط ولا لا. تالت حاجة هو عنده فلوس ينفق على الاولاد ولا لا. يعني هو هينفق على الاولاد لما تسيبه وتروح لابوها ولا لا. الحاجة الرابعة والمهمة هو الى اي حد بيتعطى المخدرات. ما وده كله احنا لما بنيجي نتكلم في مسألة تتعلق بالمخدرات لازم نشوف الابعاد دي. على فكرة ما قلتش ان دي محاور مش خطوات بالترتيب. يعني الاسئلة دي دي محاور بنسألها وفي اسئلة تانية اثناء الارشاد حلق جلسة الارشاد الزواجي بتيجي اسئلة كتيرة بنجاوبها. طب عشان اريحك ايه اللي هيحصل. اسمحيدي. انا مش هقدر اقولها تعمل ايه غير لما اسمعها. لكن انت لو عايزة دلوقتي تسأليني سؤال عام كده بما ان حضرتك بتقولي كده لازم يتضغط على الزواج ده. لازم يتضغط على الزواج ده بوسيلة من وسائل الضغط. اما بوسيلة الليه طيب. لان اذا لم يتم الضغط على الزواج ده هو دلوقتي في مرحلة اسمها مرحلة الانكار. هو منكر ان هو عنده مشكلة من مسألة دي. ودي من اشد المراحل والمرحلة دي لو توجوزناها بنشم الامل في ان الشخص ده ممكن يروح يتعافى من تعاطر مخدرات. لان لو كان انت بتقولي هلاوس احنا كده خلاص خلاص زي ما بيقوله كده بالتعريف. بالتعريف بيضي في النشان هو مدمن. فهي بتتعامل مع شخص مدمن. اذا كان بقى تجيله هلاوس من نوع المخدر اللي هو بيجي بتعطلت فهو خلاص بقى مدمن. فاحنا الحل بتاعنا ايه بقى؟ الحل بتاعنا ان احنا لازم نضغط عليه. نضغط عليه بحد بيحبه. يعني حد من اقاربه والده والدته لازم يتضغط عليه. نضغط عليه بحضرتك. يعني لازم حد يضغط عليه عشان يبتدي رحلة للعلاج انا بقولها ثلاث حاجات اول حاجة لازم لا ترضى بان هو يظل مضمن المخدرات وتستمر معاه لان العواقب وخيمة جدا الحاجة التانية تضغط الحاجة التالتة لازم تدعيله ولازم هي تبحث عن موارد من موارد الرزق لان احنا مش ضمنين الا يحصل فالثلاث حاجات دي تلازم تعملهم السيدة اللي حديك سألتيني عنها صديقة حضرتك دي لازم تعمل الثلاث حاجات دي عشان نقدر نتعامل مع المسألة دي